السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم برشة تصريحات على الانتخابات على قانون المالية 23 اللي صادقت عليه الحكومة في مجلس بيزاري البارح في القريب العاجل بش يصدر على أو في الرايدة رسمي بيصور مزرنا ما نشوف ناهي شو شنوما الإجراءات اللي فيه ولكن فما تصريحات على قانون المالية إنه فيه إجراءة جبائية جديدة اتحاد شغل عبر على رفضه لي وبرشة مواقف أخرى هانا جيينها تبعا خليني نحكي لكم على بعض التصريحات بخصوص تحركات مستقبلية في شويرع العاصمة عبير موسي أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأنهم في الحزب الدستوري الحر وأنصارهم وكل بيش ينزلوا يوم 14 جانفي القادم إلى شراء لحبيب بورغيبة في مسيرة تتبعها وقفة احتجاجية اتحذر عبير موسي رئيس الجمهورية ومسيرة كانت تتفكر وقتها عملتها في البساج والجبهة عملتها في نفس النهار وفي نفس الوقت في شراء لحبيب بورغيبة في تونس ونهارتها صارت برشة حاجات يعني مع الأمن وكل المهم قالت عبير موسي بيقول لي نهار 14 جانفي قلت أين بيش نهبت وحرك الآلة القمعية متاعك هذي تخاطب في رئيس الجمهورية وحرك المتراك وحرك الجاس وإيك ثم إيك تجيب لي جبهة تسيدهم الشيخ وتقول لي هذو ما بيش تظاهروا ولا جاين بحذك تذكر عبير موسي أنهم بيش يرفعوا شعار استرجاع المنظومة الوطنية وتقول نحن نطالب بعودة تونس للتونسيين فقط على حد تعبيرها في تصريحات هاليوم أحكيت على برشة حاجة على الانتخابة قلت اللي هي ما تستعرفش بيها أصلا مش ما شركتش فيها ولا مقاطع تقول هذي ما عنده حتى قيمة وزائلة بيش تتوجه للقضاء وتقول لي هي متأكدة مش بيش ينصفها للقضاء وبالتالي بيش تتوجه إلى القضاء الدولي عليش القضاء الدولي حسب تصريحاتها اليوم تقول بأنه الدستوري الحر يعني منذ عشرة السنين يعرف بالقضاء حاجة اسمها التاريخ فبالتالي كيف يتحركوا اليوم سيسجله التاريخ مش كما بعض الأحزاب كما تقول عبير موسي يغزروا لليوم في اليوم توا توا حد خشومهم تقول احنا بش نعملوا قضاء نعبروا على ما وقفنا في تونس ما أخذينيش حقنا نمشيوا للقضاء الدولي وهذا للتاريخ مسؤولية تاريخية ومسؤولية سياسية كيف كيف عبير موسي قالت اليوم في تعليقها على تصريحات الطبوبي البارح زيدة كيف كيف الطبوبي اللي قال بأنه معناها ما عادش فم حتى فرصة بش نصلحوا لبلاد يلزم توا توا معناها نحلوا المشاكل هذه الكل اللي في تونس اليوم وتقول بأنه الطبوبي تحرك بعد دقيقة تسعين حسب عبير موسي تقول دعونا الطبوبي حتى يكون هو حكم المباراة ودعينيه لتسهيل المباراة وبش يلعب دوره الوطني ولكن تقول موقفه من الاستفتاء والانتخابات مخزي حسب تعبير عبير موسي اليوم في الجرادة التونسية برش مقالات تكتبت على اتحاد شغل ودوره برش الناس قالت بأنه اتحاد شغل مو كأنه غائب شبه غائب ما علقش على الانتخابات بشكل مباشر فقط اكتفى بتصريحات الطبوبي ما قامش بدوره في الانتخابات هذي كما الانتخابات اللي سبقت يكون عنده ملاحظين يعبر عليها في الاستفتاء التزم الصمت في الانتخابة التشريعية التزم الصمت فمش موقف يمثل المركزية النقابية فقط بعض التصريحات من هنا وهونك ومحتشمة في كثير من الاحيان هذا اغلب ما تقال على اتحاد شغل اليوم موسي اليوم تقول للطبوبي تقول أنت لم تدعو لا للمقاطعة ولا الاعتراف ولم تأخذ الموقف الوطني اللي ينتظروه التوينسة منك اليوم مش من حقك أنك تعلق على مقاطعة التوينسة للانتخابات حسب تعبيرها ولكن اليوم المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اجتمع وسجل تدني كبير للنسبة المشاركة في الانتخابات اعتبر هذا يفقدها ركزومليح في الكلمة اللي قالوا مش طبوبي هذا يقالوا الاتحاد شغل مكتب تنفيذي يقول بأنه نسبة المشاركة الضعيفة تفقدها المصداقية والشرعية يعني غير شرعية هذه الانتخابة من وجهة نظر اتحاد شغل يأكد بوضوح الموقف الشعبي الرافض للخيارات المكرسة الى حد الآن يقول عزوف وواعي عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد الا مزيد من المأسي والمأزق يذكر المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد شغل في بيان ليه بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات اللي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بتغيير القصري للدستور فاتجاه نظام حكم رئيسوي منغلق يشكل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرس الاقصاء والعروشية والقبلية وصولا الى انتخابة لا لون لها ولا طعم ستزيد من تعميق الأزمة اللي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وبش تكون عندها أثار اخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية وبش تزيدها تأزما حسب تعبير اتحاد شغل اللي زيدا يعبر على رفضه بصفة قطعية ما اسمه المحاولة اليائسة لبعض الأطراف اللي تحاول فرض ما وقفهم على الاتحاد قادم نسمع في برجة تصريحات على اتحاد شغل من عبير موسي ومن غير عبير موسي يرفضها هذه التصريحات اتحاد الشغل يقول هذي تدخل في قراراته ودفعوا الى الاستفاف ورأى اجنداتهم ويقول بانه بقدر منه يسعى للحفاظ على الحياة السياسية في تونس وعلى حق الاحزاب في تحديد سياستها ومواقفها فانه يشدد على استقلالية الموقف النقابي ويدين حملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد اللي يطلقها البعض ضد النقابات والنقابيين ايضا الطبوبي اليوم يقول خلال الاجتماع متع المكتب التنفيذي الموسي متعه انه الاجتماع يأتي في ظل الوضع حسيس معقد اصبح لا يحتمل وهو ما يفرض ضرورة النقاش النقابي من اجل طرح البدائل والتصورات قصد وضع استراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة ويعتبر الطبوبي انه نسبة الاقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية موقف شعبي وما هيش استجابة لدعوات مكونات المعارضة يقول بانه ادعاء البعض بانه النسبة ضعيفة نتيجة استجابة الناخبي لدعواتهم فيه مغالطة ويقول بانه النسبة كانت بش تكون ضعيفة مهما كانت المشاركة حسب تعبيره يقول زادة بانه ضعف الاقبال على الانتخابات نتيجة منطقية لواقع التوينسا اللي يعرفوا الجميع نجيو الى نقطة اخرى اشارلها اتحاد الشغل بخصوص ميزاني تثلاث عشرين يعتبر المكتب التنفيذي خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خارقاء قتلة روح المبادرة اهدرت امكانية التعويل على الموارد الذاتية رهنت البلاد واغرقتها في مزيد الديون وادين المكتب التنفيذي الموسع اسرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في علقاء بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين موقف رئيس الجمهورية الأمر اللي ضرب مصدقية الدولة وأساء لسمع تونس ولمصالحها ويجدد المكتب التنفيذي الموسع رفض الاتحاد للقرارات المسربة من الدوائر الحكومية اللي تستهدف أجور العمال وقوة عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفريد في المؤسسات العمومية والضغط التعسفي على كتلة الأجور تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي اللي جربتها بلدين كثيرة فأدت إلى خرابها حسب نص البيان بخصوص يندد بسيست التفرد والمرور بقوة اللي قاعدة تنتهج فيها لحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 23 يحذر من التدابير اللا اجتماعية اللي ضمنتها الميزانية وحمى رئيس الدولة المسئولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسربة المعادية لعموم الشعب طبعاً اتحاد شغل يتبرأ من الاتفاق ومن رفع الدعم وغير ذلك من التفاصيل الأخرى